تبادل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة ورؤساء الوزراء وأولياء العهود ضمنها سموه وحفظه الله خالص تهنيه وأطيب تمنياته لهم بوافر الصحة والسعادة سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الدول وشعوبها الشقيقة بمزيد من الخير واليمن والمسرات وأن يحفظ الجميع في ظل الأوضاع الراهنة التي يعاني فيها العالم من انتشار فيروس كورونا